قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ كما أن الاحتكار مخل بمقتضايات الإيمان بالله لقوله صلى الله عليه وسلم من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه وقوله وأيما أهل عرصة بات فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله وإذا كانت العلة في حرمة الاحتكار هي الإضرار بالناس فكل ما يترتب على احتكاره إضرار بهم فهو محرم سواء كان الاحتكار لطعام أو غيره لأن حاجة الناس قد لا تتعلق بالطعام فقط بل تشتد حاجتهم إلى كساء ودواء ومأوى ونحو ذلك